صلاة الآيات تجب صلاة الآيات عند كسوف الشمس وخسوف القمر سوى أكان الاحتراق كاملاً أم ناقص وتجب عند الزلزلة والأخاوف السماوية والأرضية كالريح السوداء وغيرها مما فيها خوف نوعي أو عم وكيفيتها أن ينوي المصلي صلاة الكسوف وجوباً قربة إلى الله تعالى ثم يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الحمد والسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه ويقرأ الحمد والسورة ثم يركع وهكذا يكرر ذلك حتى يتم له خمس رقوعات فإذا رفع رأسه من الركوع الخامس هو إلى السجود فسجد سجدتين ثم يقوم فياتي بركوعات خمسة كالسابقة ثم يسجد ثم يسجد بعد ويتشهد ويسلم ويجب أن لا تتأخر هذه الصلاة في الكسوف والحسوف إلى الإنجلاء التام بل يصليها خلال وقوعه وأما في الزلزلة والأخاوف الأخرى فيجب الائتيان بالصلاة خلالها أو بعدها مباشرة مع الإمكان وينوي بها الأداء وإن طال الزمن ويجب قضاء هذه الصلاة إذا تركها عمداً للكسوف والخسوف وأما لو تركها جهلاً بالحادث للكسوف والخسوف وغيرهما فلا تجب أصلاً إلا إذا كان القرص في الكسوف والخسوف محترقاً كله فيجب القضاء